وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 617 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 396 طن مواد غدائية وغير غدائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 72 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 295 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغدائية وغير الغدائية تم ضبط أكثر من 14 طن في مجال البيع بأزياد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 15 طن أسمنت في مجال قضايا المخابز تم ضبط 440 قضية من بينها 149 قضية خبز ناقص الوزن و139 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 74 طن ترجمة نانسي قنقر